الزكايل العزاء الصباح الخير على الجميع صباح الورد صباح الفول صباح الياسمين على عينكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مشيئة اللال هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان عقوبة المحتوى الهابط هل هي بمستوى الحدث يعني بمستوى العمل الهابط أولا أخوان قبل أن نبدأ بالموضوع نقدم جزيل الشكر والإمتنان إلى السيد وزير الداخلية هذا الرجل المخلص حقيقة يعني بدون مجاملة وبدون أي تملك رجل وطني مخلص رجل مهني يعمل من أجل بلده يعني يعمل من أجل العراق حقيقة يعني الكل تشهد له رجل نزيه رجل نظيف رجل مخلص للعراق ولكن الآن صدرت بعض الأحكام يعني من المحاكم المختصة حول المحتوى الهابط سنة أو سنتين أو ثلاثة شهور يعني أحكام متفاوتة أو غرامة المهم أحنا قدنا أقتراحا قدمة للسيد وزير الداخلية ونتمنى أن يوصل لهذا الأقتراح قبل كل شيء أخوان أحنا يجب علينا أن نتفك بأن المحتوى الهابط هو مضر أو مضر بصورة خاصة للمجتمع العراقي وللأجيال القادمة وسمعة يعني سمعة موزنة للعراق وللعراقيين وتاريخنا إن شاء الله نظيف طيب لما نحنا نجي نشوف المستوى الهابط هل هو إجا نتيجة قصد متعمد أو نتيجة جهل يعني هل هو هذا مدفوع للثمن يعني من أجل تحطيم العراق من أجل كذا هذا اللي دي يقوم بهذا المحتوى الهابط يعني على نيتا نقول بالجلفي على نيتا دي يسويه يعني نتيجة جهل له شيء متعمد هذا بعد ما ندري بيها متعمد هذا بس إحنا يعني تقريبا نقول أكثرهم نتيجة الجهل ومن أجل المادة ومن أجل التسلية لا أكثر ولا أكل فنقترح مكان ما يزجن هذا الشخص أو يغرم نفتح لدورة ثقافية لمدة 15 يوم يومية ساعتين أو ثلاثة محاضرات يعني نقول لها يا بها روح لبيتك أنت ويومية تجي الصبح مثلا الساعة بالتسعة إلى وزارة الداخلية يلقو لك محاضرة ثلاث ساعات باليوم ثلاث ساعات عدنا ضباط أكفاء بالأخلاق بالأرشاد بالوطنية بعلم النفس محاضرات يعني عدنا حقوقيين وعدنا أساتذة بوزارة الداخلية يعني عدنا ناس أكفاء هوي وحتى لو حتى لو سيد الوزير أيضا يلقي له كلمة بافتتاح الدورة لهم راح نخلق من عدهم عناصر طيبة عناصر كفوئة بدل ما بدل ما نسجن شهر أو شهرين أو ثلاثة وكلتنا نعرف سجوننا وصخة سجوننا قذرة يعني راح يطب هو من أجل عمل بسيط أو مو بسيط المهم راح يدخل من أجل عمل يدخل إلى السجن راح يتعلم أعمال راح يلقي هناك عتاد راح يلقي هناك مزونين يبيع بايعين شرفهم وبايعين غيرتهم وبايعين الوطن يكبسلون ويسوون أشياء غير خلقية راح يتعلم منهم يتعلم منهم السرقة يتعلم التزوير يتعلم كل شي منهم احنا راح نخسر هذا الرجل أو نخسر هذه البنية اللي سجنناها فأني أقترح وندعو السيد وزير الداخلية أن يتقبل هذا اقترحنا هو أن نجعل لهم دورة ثقافية نسوي لهم دورة ثقافية لمدة شهر شهر هواية يومية يعني لمدة 15 يوم يومية ساعتين أو ثلاثة نحسس بأن هو مواطن هو مواطن صالح وأخطأ أخطأ بحق نفسه أخطأ بحق المجتمع هذا المجتمع اللي ربه وسوه وتعب عليه وعراقنا عراق عراق الخير يعني أعتقد يعني أعتقد راح يتأثر هذا أو تتأثر هاي الأخط ما كان ما نسجن مثلا أمه فلان ما اللي دي نجيب أسماء أو فلانة ثلاثة شهر ويعني هم سمعتها قدام الأقرباء قدام الناس قدام العالم على أبو أمه فلان نسجن ثلاثة شهر أو نسجن شهر ونتدرون يعني أخوان خلنا نتكلموا بكل صراحة سجوننا وصخة وصخة بمعنى كلمة الوصخة يعني ده نسمع على أشياء كلش محلوة بالسجون العراقية حقيقة مو بس بالسجون العراقية بكل سجون العالم الشواذ موجودين فنقولكم نتمنى هذا الاقتراح أن يوصل للمسؤولين ونقولكم يسعد صباحكم صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة اكتبوا آراءكم مقتراحاتكم واشتركوا بقناتنا وفعل جرس الاشتراك ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق